بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة هذا النشاط الذي قام به المحل الملكي التقاف الأمازيغية في إطار الأنشطة التي درج القيام بها فهذا الدرس الافتتاحي يدخل ضمن تصور معين وهو رد الاعتبار إلى التقافة المغربية في شقها الأمازيغي في اللغة الأمازيغية وتصحيح كثير من النظرات التي كانت تحاول أن تهمش هذه التقافة وحاولنا أن نبين أن لها قوة تاريخية في التاريخ القديم للمغرب وكذلك عبر مختلف المراحل التاريخية كما أنها تقافة قوية بالمجتمع الذي كان يمارس تقوصه وحياته وعاداته وتقاليده فيها وكذلك بما كان يقوم به من الاهتمام بالتعابير الفنية والأدبية التي كان يستعملها في حياته فيبين بذلك مشاعره وأحسسه في الشعر والحكاية والرواية والأدب بصفة عامة وكذلك ما يتعلق بالجوانب التاريخية لهذه التقافة الأمازيغية وكيف اندمجت مع الإسلام لما دخل الإسلام فانفتح المغرب على هذا الدين الجديد وتوافق المغاربة أمازيغة وعربة داخل مجموعة من الأنساق التقافية المتشابهة وكذلك المختلفة من الناحية اللغوية ولكن الموحدة من حيث الأهداف والمرامي الكبيرة وخصوصا وأن هذا المعهد الملك التقافة الأمازيغية هو منبتق عن عبقرية ملكية لمولانا المنصور بالله مولانا الملك محمد السادس نصره الله وإيداه والذي جعل من هذا المعهد بوابة حقيقية للاهتمام بالشأن الأمازيغي تقافة ولغة وبحتا والمعهد اليوم أنجز كثير من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بالمراكز السبعة التي يتكون منها وكذلك من زاوية ما يقوم به اليوم من تأتيت الفضاء العام بكثير من الأمور المتعلقة بالتربية والتعليم لهذه اللغة وكذلك لتقريبها من المواطنين سواء في مجموعة من المؤسسات المشتبطة بمصالحهم الإدارية والقضائية وما إلى ذلك فهذه في الحقيقة جوانب لا بد من التذكير بها دائما فيما يتعلق بهذه الأنشطة في المعهد والتي تفتح بوابة حقيقية نحو الوحدة التقافية المغربية من طنجا إلى القويرة لأن الدستور المغربي ينص على أن المغرب له أصول عربية إسلامية وأمازيغية وكذلك له لغتان رسمية هما اللغة العربية واللغة كذلك الأمازيغية وله مجموعة من الروافد التقافية الأندلوسية والعبرانية والإفريقية والصحراوية الحسانية المغربية وهذا كله يمثل وحدة كبيرة مهمة ينبغي الاهتمام بها من أجل غادر أفضل لمغربين العزيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة